القولون التقرحي قولون التقرحي هذا طبعاً عبارة عن التهابات في الأمعاء الغليظة التهابات وجرور في الأمعاء الغليظة تؤدي إلى إسهال ألم أثناء الخروج عزكم الله إمساك شديد أو إسهال شديد دم أو نزيف أثناء الخروج ألم في البطن نقصان في الوزن تعب وأعياء عام للجسم أعراضة جداً صعبة وهو يعتبر من الأمراض المتعبة للإنسان ما يقدر يتحملها والتعب النفسية جداً لأن أعراضها يعني ممرضة أعراضها فعلاً ممرضة يبين على الإنسان المعتل يعني مو شيء تقدر تخشه وهو يعتبر من الأمراض المناعية كعلاج للأسف ما لا علاج واضح فيه يقال والله أعلم أن في بعض الأبر اللي يعطونها حق الأمراض المناعية مثل الصدفية والكرونز يصلح إذا يعطونها حق القولون التقرحي لكن هذا لازم تستشير طبيبك مع الجهاز الهضمي ويشوف إذا يقدر يعطيك الأبر هذي أو لا كتغذية نحن نقول دائم لازم تحافظ أنه ما يكون عندك إسهال وما يكون عندك إمساك وأنك تشرب ماء بكثرة وتسوي رياضة أو أي حركة بسيطة على ستحسن حركة الأمعاء عندك وحاول أنك تاكل روب بشكل يومي علشان يكون فيه بكتيريا نافعة في الأمعاء وحاول الروب اللي هو الزبادي وحاول كثير ما تقدر أنك تستخدم الحمام بالطريقة الصحية علشان تقدع الكرسي وترفع رجولك على اعتباس صغيرة لأن هذا الشيء راح يخلي وضع القولون بالوضع الصحي المناسب لخروج الفضلات دون ألم هذا شيء جدا مهم ناس كثيرة غفلت عنها على أساس كذا صار يعني بالفترة الأخيرة فيه أمراض كثيرة تخص القولون الفيديو أنا حاطته عندي طريقة استخدام الحمام بالطريقة الصحيحة أتمنى أن الكل يشوفه اللي ما شاف يشوفه لأن هذا شيء جدا مهم وخطوة جدا قوية لتخفيف الإحساس بالألم لأي إنسان يعاني من القولون الخضروات الورقية كفشة زيت زيتون يوميا شرب الكثير من الماء الرياضة ولو بشكل بسيط هذه كلها الأشياء تحسن شوية من القولون والزبادئ والروب لأنه في بكتيريا نافعة أسأل الله السلام عليكم والله يعافظكم جميعا أن يبدأ عنكم الشر